اشتركوا في القناة شكراً لكم معلومات كل حاجة توصلني منكم انا استفيد منه استفادة كبيرة وانا اشكركم الحقيقة باسم فريق البرنامج كله اقول لكم موايد مشكورين بالاخص لخت مريم والاخ بونايف مشكورين والجميع مشكورين ما بي انا اطول عليكم وابدأ حلقتنا الليلة طبعاً بعد الفشل يا جماعة بعد الفشل يأتي بيع الكلام بيع الحشي الحين انا هذي المقدمة اللي بقولها بقولها للجماعات المغرر بهم للبسطاء الفقراء المساكين فقراء في الوعي المساكين في الوعي بقول لهم يا جماعة يا جماعة ترى قادتكم قادة الوفاق تحديداً واخواتها وبناتها وربعها وخماتها بيعونكم حشي الحين عقب ما فشل هذا اللي يسموه تمرد والخرطي الحين بدأوا بيعونكم الحشي وبيع الحشي يستغلون فيه ويستثمرون فيه آلامكم وقضاياكم وملفاتكم وبلاوي عيالكم اللي يقطونهم في التهلكة ويطلعون عقب يتاجرون بهم ويصيحون عليهم بيعطيكم أمثلة بين ما يقولونه وبين ما يمارسونه بين القول والفعل عند أهل الوفاق وحرار البحرين وربعهم اللي قاعدين هنا واللي قاعدين برعبوا يبلكم بالصورة وياليت هنا بعد حصل الصوت يا جماعة الخير يبولي أنا يبولي والله ما تردد أنا نزل في أي شيء في هذا البرنامج يكشف الحقيقة للناس بأن نزله لكن أرجع وأقول بيبلكم بين القول وبين الفعل بين الصج وبين التذب بتشوفونه في حتيهم حتي يبيعك حتي كلام وتذب والصج حط لي أول شيء كبيرهم اللي هو خليل المرزوق طبعا سووا المسيرة بقول لكم اللي قلوا فيها عشرات الآلاف طلعوا ألفين ما يزيدون عن الألفين وسووها عشرات الآلاف وما وربعهم خلهم يقول لهم ما علينا منهم ولا من مسيراتهم ولا من خرابيتهم ولا من شعاراتهم اليوم في هذه الحلقة شوفوا شلون يبيع الحتي وش يقول في المسيرة حطي يخي نزل المرزوق أول شيء هذا النظام لا يتورع حتى وأنه يقتل الشهداء فأنه يعتقل آباءهم وآباء الشهيدين علي مشامع وشهيد يوسف موالي هم كانوا دائما حاضرين في المسيرات والاعتصامات والتجمعات دفاعا عن هذا الشعب أنهم قدموا أبناءهم ولكنهم مستعدين أن يقدموا مزيد من التضحيات وهذا سبيل كل شعب البحرين وبالأخص أباء الشهداء وأمهاتهم وعوائلهم لأنهم يقولون لهذا النظام أنك مهما قتلت من أبنائنا فإننا لن نستكين ولن نتراجع وسنقاوم استبدادك وسنقاوم استئثارك وسنقاوم بقشك بالسلمية وسنكون دائما حاضرين في كل الساحات إلى أن تتحقق كامل مطالب الشعب التي من أجلها ضحى أبنائنا سمعتوا خليل المرزوق إيش قال؟ يلعب ويتلاعب بعواطفكم يستثمرها يستغلها ما علشانكم علشان يثبت مواقع أهوة في القيادة علشان يثبت مواقع في الوفاق قائد وفاقي نائب علي بوردة وما درشنه ويسافر ويروح وياكل ويشرب قاعد يتكلم عن أبو الشهيد فلان وبو الشهيد فلتان من اللي قطه في الجحيم غير سوالفكم وغير تجيشكم وغير حتيكم وغير الدفعون بعيال خلق الله إلى الجحيم وإلى التهلكة وتالي طلعون التبتشبتون عليهم والتاجرون بهم وتزايدون أنتو التاجرون متاجرة بدم هؤلاء ودم هؤلاء في أعناقكم فرقابكم بحاسبكم الله عليه يوم القيامة بتشوفون من اللي حرضهم من اللي يقول لهم طلعوا يا هال وطلعوا يا شباب وطلعوا يا وتالي تطلع تراز روحك أبو الشهيد ورامو سمعني أبو الشهيد مرزوك كان ولدك اسمه مرزوك ولا خليل كان سمعني أبو الشهيد مجتبى كان سمعني أبو الشهيد سامي اللي هو عيسى قاسم كان سمعني أبو الشهيد جعفر اللي هو محمد المزعل اللي عارفهم أقولهم يعني أقصد يا عزائي يا جماعة الخير ياللي تدزون عيالكم وما تيودونهم ليش ما سمعني أبو الشهيد مجتبى ليش ما سمعني أبو الشهيد جعفر أبو الشهيد سامي أبو الشهيد فلان من القيادات ما لهم ما في واحد من عيالهم غير أننا قاعدين برا يدرسون ومأخذين الجناصي هناك ووالدين عيالهم هناك ولين حملت زوج تدبه شبه بريطانيا ولا أوروبا وولدت هناك وصار لما قعد في الجامعة وخلوا عيالكم أنت وعاد هنا يراكضون وراء الملوتوف ولين يودهم وخسروا مستقبلهم وشغلهم قتلكم يا جماعة هذه دليل واحد اللي هو المرزوق هذه جريمة يا مرزوق يا مدمور بحق البسطاء اللي وثقوا فيكم أنت وخمتك وقالوا وانت 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 وحطوكم قيادات حق الجمعية هاي اللي سويتوا فيهم يا ينا التهزهز والترزز بديش النظارة شوف أنا ما بكثر معاك يعني أنا أنا أتمنى إنه بس الحين ينزلي ينزلي المخرج تغريدة ترك شوفك حتى رابعك حط لي تغريدة من التغريدات اللي ضدك وضد كلامك وضد حتيك حط التغريدة الأولية اللي خلي الناس تقرأ اقرأوا شي يقول لك لو تسكت يخيل لي أفضل لنا ولك وخلك بالبدلة نظيفة والسيارة الجخة قريتها لو تغيمرت عنها يا مرزوقو سمعني أنا هنا قاعد لك قاعدة وأنا والناس حيث ترى نطرشين هلي الناس أنا هنا ليش شكرتهم قاعدين يفهمون توجهني ترى هاك رابعك حط الثانية يقول للقيادات تتحكي عن القيادات اللي تخاذلت ويلست في المنازل قريتها الثالث يقول لها بس لأن ياكم تهديد وقاعدت في البيت يدرون بك يا مرزوق خويفي خويفي يا أيوبا خويفي شفتوا شلون هاي بس تغريدات أنا حطها لك مرزوق عشان أبين أنك أنت انفضحت بين رابعك انفضحت بين الناس قلت لكم أنا ذاك المرة ما تقدر تجذب كل الوقت على كل الناس الناس عرفوكم أنتوا التاجرون بعيالهم ولذلك أنا بالباقية الباقية لا تخلونهم يتاجرون بعيالكم يودوا عيالكم دخلوهم مدارس دخلوهم جامعات دخلوهم أشخال دخلوهم دراسات خلهم يفيدونكم ويفيدون بلادهم ويفيدون مستقبلهم هذا المرزوق السيارة اللي عنده من مالته ببنانة المجلس ومالته الحكومة وغيره 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 وفلوسهم وتقاعدهم وانتوا عيالكم يجزونهم حطب حق النار اللي أهم أشعلوها رفضوا يا جماعة الخير أن يكون أبناءكم وقود لنار تخدمهم تخدم بوردة وتخدم المرزوق وتخدم بابا سنفور أنا ما عندي واحد خط أحمر ما عندي هذه القيادات أهي اللي ودت عيالكم في داهية سحبوا عيالكم وخلوهم يفيدوكم حط لي صورة هذه القائد اللي يقول اللي يقول ذاك وذي وما ادري شنها ودبابات وما تهمني حطة وين قاعد حط هذه عرفتو هاي قاسم الهاشمي يالس في الهايد بارك ولا في أي مكان وكا جدام الشيشة والحديقة والبسطة والأكل وعيالكم هني دابتون في الحمحم مخلو وأنا تحكي وعيالكم هني دابتون في الحمحم ما يطلعونهم إلا الساعة ثلاث الظهر في أغسطس ثلاث حرام عليكم ويراكضون ويقولون لهم حذفوا على الشرطة الملوتوف حذفوا الأصياق أنتوا أبطال أنتوا مصرتا وأنتوا عنتر وين يويدوهم تبشبشا ولا صادهم حوم ولا لوم قاموا يصيحون ويشوفوهم هذه في الهايد بارك شي سوي في الهايد بارك يناضل هناك لو يتبرد ببدلته وحاط له الشيشة شوفوها ذي قائد شي يقول لكم كلمتين ويمشي زين حط لي بعد صورة هذي اللي ما أحب أقول اسمها وين قاعدة هذا هي هاي صورته وين يالس مو في عرق الفنادق شوفوها تسيح والتمدد من فندق لفندق ومن مدوماني لمدوماني مثل ذلك الأسبوع اللي رويتكم الصورة وعيدة وساعة تطلع كاشته واخته وهل وهذاك ينفخ رم حط الصورة بعديت اللي حطينا هذاك الأسبوع شوفو هذي بس اللي قاعد ينفخ النفاخة حق عيالي استنسون وهذي تشرب الشاي ولا مدوماني داخل الله أعلم مستنسي خلكم انتوا هنا يجزونكم كلمتين ويروحون باروح بعد حق واحد الحين القائد الثاني القائد الثاني المدعو سعيد الشهابي قاعد في لندن حطه شيقول حطه حطه دقيقة وحده هو حطه بسم الله الرحمن الرحيم الطغاة قد يعمرون وما أجر الذين حكموا شعوبهم بالنار والحديد واستمروا في الحكم من سنين ولكن الله سبحانه وتعالى له سننه وأحكامه في الخلق فهؤلاء يعيشون ولكن نهايتهم محتومة سقوطهم محتم وفق السنن الإلهية إذا كنا نستحق النصف فسنسون الله وأعتقد أن شعب البحرين أصبح مستحقا لهذا النصف بعد عقود من التضحيات وبعد عامين متواصلين من الثورة التي لم تهدأ يوما ولذلك فأنا واثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يمنح هذا الشعب نصرا عزيزا وسوف يخزي الله هؤلاء الطغاة والمحتلين السعوديين وسوف ينصر الله عباده المؤمنين إن شاء الله شي قال سعيده شهابي طغاة بغاة حديد نار نفس كلامه من 28 سنة من 25 سنة يلا ربع قرن ويردد طغاة بغاة محتلين آل خليفة مدرشنهم 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 وهذا الكلام يعيد ويزيد فيه وتاجربة على الولي الفقيد ستشقق في بريطانيا رئيس تحرير لمدة 17 سنة لمجلة إيرانية العالم يأكل ويشرب على حسابهم ويأخذ من بريطانيا كلاجئ سياسي ويأجر منه من عياله جرح مبوحدة من بناتس هاكنا في أمواج منه من عياله صادتي شوزن عيالكم ليهددونهم ويقول لهم ذبحوا الشرطة ولينطقوهم الشرطة بشوزن وراحوا فيه في عينه ولا في يده ولا ذي في الغلط قاموا يتاجرون بكم قاموا يتاجرون بكم سعيدوا الشهابي أقل من دقيقة متحكي 59 ثانية بالضبط أنا حاصبها حشوتي وكلمتي وين الـ 24 ساعة إلا 59 ثانية وين قطاهم وين قطاهم راح واستانس ومعهله وطلعات وشربات وأكلات وشربات ومن حتى الموت مات قاعد هناك مستانس 28 سنة شدفع من ثمن 28 سنة متمتح على حسابكم ويتاجر بقضيتكم بأسماءكم بقميصكم بقميص هذي سعيد الشهابي هذي سعيد الشهابي اش دفع من ثمن اش دفع هو وعياله وهذا هو مستانس في بريطانيا ومن بريطانيا إذا بيروح بيروح حق الولي الفقيح على حسابهم في طياراتهم وفي سياراتهم وفي أكلهم وانتوا هني تعورون وتعورون وتعورون ها تابون بعد صورة واحد ثاني عقوي شوي بحط لكم بس أحن بحط لكم البرقية بذكركم بها برقية ويكيليكس لأحد القادة مبعد حطها مباني كاتبها السفير كاتبها السفير اللي كان بعد يحبكم في شهر ثلاثة في ألفين وتسعة تقول البرقية حطها تقول البرقية بالشعبي البسيط الشعبي الفصيح تقول إنه عبد الجليل خليل يعطيها تعرفون كلمة يعطيها هني هالخليج وتمتع رئيس كتلة الوفاق النائب عبد الجليل الخليل بكأس من النبيذ في احتفال السفارة ها أحطها لكم بعد بالانجليزي بو أحطها هاي مترجمة ترجموها انتو زينين في الانجليزي ربعكم وإحبابكم من هو ذي عبد الجليل خليل لو عبد الجليل من مفيد بتقولون ما نعرفه بتقولون السفارة بتقولون كذاب هاي مباني أنا ما فابرك أنا يبمون من بطنها الحقائق وانشارها ويكيليكس ويكيليكس ما خلى شي ما سمعني أبو الشهيد وبو ذاك وبو فريد وبو حديد ما سمعني هاي سؤال هاي سؤال فكم كأس من النبيذ هل تريدوا كأس من النبيذ يا عبد الجليل خليل أم كأس من من شيء غير أقوى ما ندري بعد نت هناك نبيذ هو قايل بتشتكي عليه باخذ البرقية وباطلع أنا عرر ربعي عررون البرقية جدامنا هذه السفارة الأمريكية اللي ما تشذبون هم ما تنطق عن الهوى على قولاتكم تشذبون نحن تعرفون تشذبون بلادكم مسؤولينكم ياللي ما تستحون على ويهكم حتلي فالسل